لا تستخدم الخبز الأبيض أبداً لأنه قاتل ومن أكثر المشاكل التي يسبب الخبز الأبيض أنه مادة أكسيد الكلورايد لوحدها تتعتبر ضارة جداً بالأسماك وبالأجنة وبالبيئة ولا أنصح بإضافتها أبداً على الطحين الأبيض تحضيرات أطلقتها المنظمة الجزائرية لخماية المستهلك من مادة البريميكس التي تضاف إلى الدقيق الذي يصنع منه الخبز الأبيض مستدلة بفيديو يشير إلى مخاطر هذه المادة على صحة الإنسان لأسيما من خلال التأثير على البنغرياس مما يؤدي إلى الإصابة بالسكركة هذه المادة الكيميائية التي تسمى البريميكس التي تضفوها على الطحين أول ما يجي الرئيس أردوغان على تركيا من القرارات المصيرية التي اتخذها بعدم استخدام الخبز الأبيض في تركيا ومن خلال الفيديو يتضح أن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان ما أن تولى الحكم منع الخبز الأبيض في تركيا وأمر باستخدام خبز القمح الكامل والشغير كما هو الخال في الدول الإسكندنافية وعلى رأسها السويد والنرويج وفنلندا والدانيمارك لا تستخدم الخبز الأبيض منذ 30 سنة ويعتبر الخبز الأبيض المنتشر في الجزائر قاتلا باعتبار أن مادة أكسيد الكلورايد تتفاعل مع القمح وتنتج مادة الألوكسان التي تضرب سلسلة البنغرياس مما يتسبب في مرض السكرية كما أنها تؤثر نقص الماغنيزيوم بنسبة 98% إضافة إلى العديد من الأخطار الأخرى ومنها أيضا سرطان الثدي